ويبدو أن أزمة الكهرباء لم تتوقف حدودها عند بلاد الرافدين إذ قالت سلطة الجبد الأسود أن انقطاع الطيار الكهربائي الذي استمر لعدة ساعات ترك البلاد بأكملها في الظلام أتم الإبلاغ عن مشاكل مماثلة في البوسنة والهرسك والبانيا والجزء الساحلي من كرواتيا ووصفت ندى با فيتسي فيتش المتحدثة باسم شركة توزيع الطاقة الحكومية في الجبد الأسود الانقطاع بأنه اضطراب ذو أبعاد إقليمية قالت أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد ما حدث شهدت شبكة الكهرباء الإقليمية ضغطا متزايدا منذ أيام بسبب الاستهلاك الزائد واستخدام مكيفات الهواء في درجات الحرارة المرتفعة قالت شركة الكهرباء الحكومية في البوسنة إن انقطاع الطيار الكهربائي نتج عن مشاكل في خط توزيع إقليمية في حين قالت شركة الكهرباء الحكومية في ألبانيا أن الحرارة الشديدة هي سبب المشكلة ولم يختصر تأثير قطاع الطيار الكهربائي الواسع النطاق الذي ضرب منطقة البلقان على تعطيل المنازل والشركات بل تسبب أيضا في أزمة مرورية وفوضى عارمة في العديد من المدن وتوقفت حركة المرور بشكل كبير في العاصمة البوسنية سرايفو كما توقفت تعاربات الكرام عن العمل مما أدى إلى ازدحام شديد في الشوارع ترجمة نانسي قنون اشتركوا في القناة